هنتكلم عن اول مادة عندنا وهي مادة الهستولوجي وهي من المواد الكبيرة في مدول الانت وانا عليها حوالي 15 او 16 درجة في امتحان الانت فهي من المواد المهمة جدا هي محتاجة شوية حفظ يعني محتاجة حفظ اكتر من فهم بس الحفظ والفهم مطلوبين اول حاجة يعني ايه هستولوجي هستولوجي معناها علم دراسة الانسجة كلمة هستوس معناها تشو يعني نسيج ولوجيا يعني برانش اوف لارنينج يعني علم فاذا الهستولوجي هو علم دراسة الانسجة طيب يعني ايه علم دراسة الانسجة او انا بعمل ايه في الهستولوجي ده في الهستولوجي احنا عارفين ان الجسم الكائن الحي سواء كان انسان او نبات او حيوان بيبقى عبارة عن مجموعة من الخلايا مجموعة من الخلايا بتتكون مع بعض بتكون لي حاجة اسمها نسيج اللي هو التشو مجموعة من الانسجة بتتكون مع بعض بتعمل لي حاجة اسمها حدو اللي هو الارجن مجموعة من الورجنز او الاعضاء لما تتجمع مع بعض بنسميها السيسم او النظام او الجهاز زي الجهاز الهضمي والجهاز التنفس وغيره اذا احنا هنا في الهستولوجي بندرس الانسجة والخلايا طيب ما انا في حاجات تانية ممكن اكون بدرس فيها الانسجة والخلايا اللي يفرق الهستولوجي عن الحاجات التانية الهستولوجي ان انا بدرس الانسجة والخلايا وابدأ اشوف شكلها تحت المايكروسكوب اذا علم الهستولوجي هو علم دراسة الانسجة والخلايا تحت المايكروسكوب فبيقولي it is a science that deals with the microscopic study of the components of humans ان انا ببدأ اشوف او بدرس الانسجة بتاعتي تحت او مكونات جسم الانسان والحيوان والنباتات بتاعت المايكروسكوب اللي هي في النهاية بتتكون من cells ومجموعة من cells تتكون لي التشوس ومجموعة من التشوس تكون لي الأورجنز ومجموعة من الأورجنز تكون لي السيستمز اللي هي الأجهزة طبعا دي حاجة الجزء ده يتسمع ما يتقريش تاني خالص اللي هو مجرد سمع بس إنما هو مش من الحاجات اللي بتتحفز خالص طيب نبدأ بقى ندخل في الهستولوجي بتاعنا احنا قلنا السل هي أصغر وحدة بنائية يتكون منها جسم الكائن الحي دي معلومة أخدناها في سنوية عامة ما هي أصغر وحدة بنائية وتركيبية ووظيفية أصغر وحدة في جسم الإنسان تقدر تقوم بوظيفة تمام فأهم معلومة عندي هي يبه هي أصغر وحدة في جسم الكائنات الحية سواء كان إنسان أو نبات أو حيوان تقدر تبقى موجودة وتقدر تقوم بكل الوظائف الحيوية من التنفس والتكاثر وإن هي تنمو وإن هي تتحرك وإن هي يبقى عندها إحساس تبدأ تحس فالفنكشنز بتاعتي عندي لها فنكشنز كتير تقريبا بتقوم بكل الوظائف الحيوية اللي بيقوم بها الكائن الحي زي السيكريشن سيكريشن يعني إفراز بتكون بإفراز مواد زي في حالات الخلايا اللي بتتكون منها الغدد العرقية بتبدأ تفرز لي العرق بتطلع لي العرق فإذا من وظيفة الخلية إن هي تقدر تعمل لي السيكريشن تاني حاجة الرسبيريشن التنفس أي خلية عشان تفضل عيشة لازم تكون بتتنفس أبزوربشن الامتصاص أبزوربشن معناها الامتصاص إن هي تكون بتمتص مواد معينة الخلية بتحتاج مواد معينة عشان تفضل حية عشان تقدر تنمو عشان تقدر تتكاثر فبالتالي مواد الغذائية اللي هتدخل لها تبدأ تمتصها عشان تبدأ تستفيد منها إذن من وظيفة إن هي تعمل أبزوربشن الريبروداكشن وهو التكاثر إن لو خلية ماتت بيبدأ مجموعة من الخلية تتكاثر فيزيد عددها فيعوض العدد اللي مات الإكسكريشن وهو الإخراج زي أي حاجة أو أي خلية أكيد بيطلع منها بروداكتس أو بيطلع منها نواتج لازم تطلع أثناء عملية الإخراج وأن السنسيشن لها القدرة على الإحساس تبدأ تحس بالحرارة تحس بالبرودة فالخلية لها القدرة على السنسيشن أو الإحساس الكونتراكشن وهو الإنكباط زي خلايا القلب بتقدر تنقبض وتنبسط إذن من وظيفة الخلية إن هي تقدر تعمل كونتراكشن عندي الكونتراكشن وهو التوصيل زي في خلايا القلب عند الكهرباء بتاعت القلب بتبدأ تتوصل من خلية للتانية عن طريق إن الخلايا دي مسكفة بعضها فبتقدر يحصل كونتراكشن للكهرباء بتاعت القلب من خلية للتانية وتقف توصل للقلب كله الموفمنت الخالية بتقدر تتحرك من مكان لمكان وبالتالي قلنا إن هي بتعمل ريبرودكشن بتقدر تتكاثر فبالتالي هيبقى عندي جروس أو نموم يبقى وظائف الخلية هي السيكريشن الرسبيريشن أبزوربشن ريبرودكشن إكسيكريشن سينسيشن كونتراكشن 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 موفمنت أند جروس تمام يبقى أول معلومة عرفناها إن الخلية هي السمالست ستراكشن أند فانكشن اليونت إن ذا بادي الفانكشنز ليها فانكشنز كتير أو بتقوم بكل الوظائف الحيوية ده شكل الخلية بتاعتي عبارة عن حاجة اسمها سايتو بلازم وحاجة اسمها النيو كليس السايتو بلازم ده بيبقى فيه حاجات كتيرة جدا اسمها أورجانيلز أورجانيلز يعني عضيات تصغير كلمة أورجان وهنبدأ ناخد كل أورجانيل لوحده ونعرف الفانكشن بتاعته إيه وبيتكون من إيه وتحت المايكروسكوب شكله إيه وإيه لازمته يعني هو موجود في السايتو بلازم وبيعمل إيه الخلية بتستخدمه في إيه بالزبط تمام فانا عندي أول حاجة هي بتتركب من ثلاث حاجات حاجة اسمها الأورجانيلز وإن الأول هو سايتو بلازم ونيو كليس أول حاجة السايتو بلازم بيبقى عبارة عن أورجانيلز بيبقى عبارة عن حاجة اسمها السايتو صول بيبقى عبارة عن حاجة اسمها السايتو صول أو الماتريكس والأورجانيلز وحاجة اسمها الإنكلوجينز تمام نيجي الأول لحجم الخلية أول حاجة هل كل الخلية لها حجم واحد ثابت؟ لا الخلايا حجمها بتختلف من خلية للتانية فانا عندي حجم الخلايا بيتراوح ما بين 4 إلى 150 ملي متر يعني اصغر خلية حجمها 4 ملي متر واكبر خلية حجمها 150 ملي متر طيب انا عايزة مثال الرقم ضحف او الرقم ضحف ممكن يجيلي في الاختيار يقول لي الـ size بتاع الخلايا بيتراوح من كم يقول لي 4 إلى 150 ملي متر لا دي غلط ما اخترهاش هي 4 إلى 150 ملي متر ممكن يقول لي 6 إلى 170 ملي متر لا هي من 6 إلى 170 هي الوحدة صح بس الرقم غلط فالمهم ان انا احفظ مهم عندي ان انا احفظ الرقم وان انا احفظ كمان الوحدة اللي بتميز لي الحجم طيب عايزة مثال على اصغر خلية او خلية حجمها صغير ومثال على خلية حجمها كبير عندي مثال على الخلية الصغيرة هي اللينفوسايتس اللي هي الخلية اللينفوية اللي بيطلحها الجهاز المناعي عشان يهاجم اي جسم غريب يدخل عندي الجسم ودي بيبقى حجمها حوالي 6 ملي متر طيب اللارج سيل زي الاوفام اللي هي البوايدة ودي بيبقى حجمها 150 ملي متر يبقى تكلمنا على الصيز قلنا بيختلف من 4 او بيتراوح من 4 إلى 150 ملي متر عندي سمول سيلزة زي اللينفوسايت ودي بيبقى حجمها 6 ملي متر عندي لارج سيلزة زي الاوفام ودي حجمها 150 ملي متر الشيب هالكل الخلية لها نفس الشكل لا انا عندي كل خلية في الجسم اللي هي شكل مختلف عن التاني فممكن تبقى مدورة ممكن تبقى أوفل بيضوية الشكل ممكن تبقى فلات مسطحة ممكن تبقى ستلايت نجمية الشكل يعني واخدى شكل النجمة ممكن تبقى بوليجونل بوليجونل يعني سوداسية الشكل كيوبيكل ممكن أو كولامنر ممكن تبقى عمودية أو مكعبة تمام فالحجم بيختلف من 450 ملي متر عندي أصغر حاجة ممكن تبقى الانفوسات 6 ملي متر أكبر أو خالية كبيرة زي الأوفل بتبقى 150 ملي متر الشيب هل هو ثابت؟ لا الشيب بتاعي بيبقى different بيختلف من خلية للتانية ممكن يبقى rounded ممكن يبقى oval ممكن يبقى flat ممكن يبقى polygونل أو cubicle أو columnar الاستراكة تصور بتاع الخلية قلنا بيتكون من حاجة اسمها cytoplasm وحاجة اسمها cytoplasm والنواة طيب cytoplasm قلنا بيتكون من حاجة اسمها cytozole حاجة اسمها الورجانلز اللي هي العضيات والإنكلوجينز يعني محتويات الخلية وهنبدأ نفرق ما بين الورجانلز وما بين الانكلوجينز الفرق ما بين الورجانلز والانكلوجينز الورجانلز هي عبارة عن small living structure with a specific function اللي اتنين موجودين في cytoplasm الورجانلز حاجات صغيرة وهي حية حاجة عيشة جوه الخلية وبتقوم بوظيفة معينة على عكس الانكلوجينز هي non living structures حاجات بتبقى موجودة جوه cytoplasm بس هي مش حاجة حية زي ايه؟ زي اللي بتزلدهون زي الكاربوهايدريتز زي البروتينز هل دي كلها حاجات living؟ لا دي حاجات non living تمام؟ يبقى ده أهم حاجة الفرق ما بين الورجانلز والانكلوجينز الورجانلز اهو بيقول لي living هي حاجة حية اما الانكلوجينز non living عندي الورجانلز بتبقى permanent permanent يعني موجودة بشكل دائم يعني من غيرها الخلية ما تقدرش تقوم بالوظائف بتاعتها في حاجات من غيرها الخلية ما تقدرش تعيش أما الانكلوجينز لا حاجات بتبقى موجودة لفترات مؤقتة عشان تدخل في عمليات معينة في الخلية فإذا هي temporary يعني مؤقتة الورجانلز essential for life يعني لازم تبقى موجودة عشان الخلية تقدر تعيش وتقدر تقوم بالوظائف الحيوية بتاعتها كمان بتبقى active يعني دايما نشيطة دايما نشيطة دايما بتقوم بوظيفة معينة وليها vital function يعني ليها دور مهم أو دور حيوي الانكلوجينز على عكس تماما من الورجانلز فهي temporary زي ما قلنا الورجانلز قلنا ان هي essential for life أما الانكلوجينز هي usually not essential for life قلنا الورجانلز بتبقى active نشيطة دايما بتقوم بوظيفة أما الانكلوجينز بتبقى inert أو خاملة ودايما بتبقى نتجة عن نشيطة الخلية السيتوصول تالت حاجة احنا قلنا كان عندي اورجانلز عندي انكلوجينز وعندي السيتوصول السيتوصول عبارة عن جيل like structure عبارة عن مادة زي الجيل موجودة جوه السيتوبلازم ووظفتها ايه ووظفتها ان هي بتسمح بحركة الورجانلز ما بينها وما بين بعضها وكمان بتسمح بحركة الخلية ما بينها وما بين بعضها فالسيتوصول عبارة عن جيل like structure أو جيل like material موجودة جوه السيتوبلازم بتسمح بحركة الخلية بيتكون من مجموعة من البروتينز ومجموعة من الانزايمز يبقى دا بالنسبة للمكونات بتاعة السيتوبلازم هنبدأ نتكلم عن الورجانلز وهناخد النهاردة اول اورجانل الاول انا عندي السيتوبلازم كورجانلز بقسمها على حسب هي عندها منبرين منطرة ولا لا منبرين يعني غشاء هلا عندها غشاء ولا لا بقسمها الممبرينيس اورجانلز يعني عليها غشاء من بره ونن منبرينيس اورجانلز الممبرينيس هي covered by membrane يعني عليها غشاء من بره ودي بتبقى containing انزايمز بيبقى فيها انزايمز من جوه هنحفظ الامثلة دلوقتي وكل محاضرة هناخد فيها مثال وهنبدأ نعرفه ونشوف شكله تحت المايكروسكوب زي ما احنا تجلمنا فالمطلوب مني دلوقتي ان احفظ مين منبرينيس ومين منبرينيس تمام معناهم ايه وظيفتهم ايه كل ده هنعرفه فمع كل محاضرة هناخدها الممبرينيس اورجانلز زي البلازما ممبرين زي الميتو كوندريا زي الاندو بلازما كريتيكي زي الجولجي اپاريتس زي اللايزيزومز زي البركسيزومز هحفظ اسماء بس النهاردة كلامنا هيبقى عن البلازما ممبريني اننا الممبرينيس اورجانلز ودي بتبقى uncovered by membrane ما فيش عليها منبرين من طره ومفيها funzوزز زي ايه زي السايتو سكلتون كلمة سايتو يعني خلية سكلتون يعني هيكل هيكل الخلية بيتعامل بحاجة اسمها مايكرو تيوبيول مايكرو يعني صغير تزيح تيوبيول تزغير كلمة چوب اللي هي انبوبة فهي انب Angy Bebad Scripture tentoriale زي السنتريول اللي هي السنتريولات زي السيليال ليهي الاهداب والفلجلة اللي هي الاصوات عندي حاجة اسمها filaments ودي بتبقى حاجة شبه العسيان طويلة كده زي العصا طويلة فيه منها thin وفيه intermediate filaments وكل الحاجات دي هنعرف فظيفتها وشكلها تحت المايكروسكوب بس لما نطلع قدام شوية فالمطلوب دلوقتي ان انا احفظ مين membranous organelles ومين non membranous organelles هنبدأ باول حاجة الم membranous organelles وعندي اول membranous organelles عندي وهو البلازما membrane او ليه اسمي تاني بلازما لما ولازم احفظ الاسمين لانه ممكن يجيب لي في الاختيارات اسمه ويسيبه التاني فلازم انا بقى عارفة الاسمين يبقى اول حاجة في الم membranous organelles عندي البلازما membrane او اسمه البلازما لما البلازما membrane ده membrane بيحاوط كل الخلايا بتاعتي طيب احنا هنتفق اتفاق اول حاجة في اي ارجنال هناخده او في اي حاجة هناخدها في الهيستولوجي هتكلم عن 3 حاجات حاجة اسمها شكلها تحت الالم اللي هو light microscope شكلها عامل ازاي تحت الميكروسكوب الضوئي شكلها تحت الام اللي هو الالكترون مايكروسكوب شكلها تحت الالكترون او الميكروسكوب الالكتروني والفانكشن بتاعتها وظفتها ايه هي لازمتها ايه تمام يبقى اول حاجة الالم بيقول لي ان تحت الالم انا ما بقدرش اشوفها لانه هو بيبقى رفيع جدا زي الشعراية فبيبقى السمك بتاعه حوالي 7.5 لعشرة نانومتر فبالتالي ما بقدرش اشوفه تحت اللايت مايكروسكوب إلا في حالة واحدة بس إيه هي الحالة دي في حالة إن أنا بدأت أصبغه بصبغات معينة زي إيه زي صبغة اسمها السيلفر اللي هي الفضة أو صبغة اسمها الباس الباسستين يبقى دول الصبغتين اللي أنا باسبغ بيهم سال ممبرين عشان أقدر أشوفه تحت اللايت مايكروسكوب إنما من غير صبغة لأ أنا مقدرش أشوفه تحت اللايت مايكروسكوب طيب بالالكترون مايكروسكوب والله بيظهر لي كتو داركلي Layers separated by intermediate light layer يعني بيبقى طبقتين لونهم غامق او داكن وبينهم طبقة لونها فاتح تمام فعشان كده بسميه Trilaminar Membrane يعني بيتكون من ثلاث طبقات طبقة غمقة بعدين واحدة فتحة بعدين واحدة غمقة وكمان سبب التسمية دي ليه ان هو بيتكون من ثلاث حاجات اللي هي الكاربوهايدريتز والليبيدز والبروتينز وهنتكلم عن مكوناته دلوقتي يبقى احنا خلينا دلوقتي ان انا اخدت حاجة اسمها Plasma Membrane او Plasma Limma وده عبارة او عن واحد من المembranous organelles تحت Light Microscope ما بقدرش اشوفه لانه سمكه صغير جدا حوالي 7.5-10 نانو متر بقدر اشوفه بس لو سبقته بصبغات معينة فبيبدأ ياخد اللون وبيبدأ يظهر لي الصبغات دي زي السيلور وزي الباستين بالالكترون مايكروسكوب انا بيظهر لي كطبقتين دا كنين وبينهم واحدة فتحة فعشان كده بسميه Trilamellar Membrane على السيل ممبرين من بره بيبقى عندي حاجة اسمها Glycocalyx او السيل كوت الجليكوكاليكس او السيل كوت دا بيبقى عبارة عن فاضي ماتيريل فاضي ماتيريل مكاعدة او غير منتظمة الشكل بتبقى موجودة على الأوتر سورفز بتاع البلازما ممبرين فبسميه السيل كوت او الجليكوكاليكس وده بيتكون من مجموعة من البروتينز او مجموعة من الجليكوبروتينز والجليكولابيتز تمام نيجي بقى ندخل على البولوكيلر استراكتر بتاع السيل ممبرين السيل ممبرين اللي احنا قلنا بيتكون من طبقتين وبينهم طبقة في النص اول حاجة بيتكون من لابتز بيتكون من حاجة اسمها اللابتز اللي هي الدهون اللي هي الطبقة اللي لونها بورتقالي من فوق دي وبيتكون من كاربوهايدريتز وبيتكون من بروتينز كاربوهايدريت اللي لونها موف او بنفسيجي والبروتينز اللي هي زي لونها البروتقالي دي يبقى المولوكيلر استراكتر بيتكون من حاجة من تلاتة بتكون من لابتز تلات حاجات لابتز كاربوهايدريت وبروتينز اول حاجة اللابتز الليبتز بتاعت بتتكون من حاجة اسمها الفوسفوليبتز والكوليستيرول الفوسفوليبتز بتبقى عبارة عن او مرصوصة في طبقتين طبقة هي اللي فوق والطبقة التانية اللي تحت اللي لونها بورتقالي دي فهي طبقتين عشان كده بسميها الليبت باي لير باي يعني طبقتين باي يعني اتنين وليير يعني طبقة فالطبقتين بتتكون من الليبت باي لير يبقى الليبتز قلنا عبارة عن فوسفوليبتز اللي هي لونها بورتقالي وكوليستيرول اللي هي اللي لونها هتبقى ما بين الحاجات اللي لونها اسود دي تمام يبقى اللابت عبارة عن فوسفولابت وعبارة عن كوليستيرول الفوسفولابت مولكيول موجودة في طبقتين فبقول عليها اللابت بايلاير وبتتكون من هيد اند تيل الهيد اللي هو لونه برتقالي والتيل اللي هو لونه اسود الهيد بقول عليه اسمه هايدروفاليك بولر اند او الفوسفولابت هيد وده بيبقى directed outside وبيبقى puller بيبقى نحيته لبرة موجود برة اهو شايفة ال lipped by layer كلها نحية برة تمام وده بيبقى puller يعني بيحمل شحنات يعني بقول عليه hydrophilic puller end hydro يعني ميا philic يعني محب يعني محب للماء يعني بيحب الميا تمام يبقى انا عندي اول حاجة لفوسفو lipped molecules وانه موجود في lipped by layer عنده heads وعنده tails الهاتز دي بتبقى hydrophilic end بتبقى directed outside وبتحمل charges او بقول عليها بولر وبقول ان هو hydrophilic end يعني محبة للمية فبيقولي it has affinity to water يعني ليه قدرة على ان هو يمسك في المية فهو بيحب المية على عكس التيلز اللي بتبقى directed inside ودي بتبقى non بولر ما بتحملش شحنات مش عليها اي charges وما عندهاش اي affinity الووتر ما بتحبش المية فعشان كده بسميها hydrophobic tails يبقى انا عندي الهاتز دي بتبقى hydrophilic وكاريت شارجس وعندها affinity للووتر اما التيلز دي بتبقى hydrophobic بتبقى directed inside out to the center ومعالهاش charges وnon طولر وما بتحبش المية ما عندهاش اي affinity للمية فعشان كده بسميها hydrophobic كارها للماء phobic يعني بتكره وهيدرو يعني مية يعني ما بتحبش المية قلنا تاني حاجة بعد الفوسفوليبد موليكول زي قلنا الكوليستيرول ده بيبقى موجود عند التيلز اللي هي الهايدروفوبك ريجن بتبقى موجودة ما بين الهايدروفوبك ريجن ما بين التيلز بتاعة الفوسفوليبد تمامي بقى احنا قلنا اللابتز عبارة عن فوسفوليبد زي الفوسفوليبد زي في طبقة تيل فبقول عليها لابت بايلير عندي فوسفوليبد هيد وعندي تيل الهيد بيبقى directed outside الحاجات اللي عليها highlight كل ده ممكن ييجي في الامسكيو اما الهايدروفوبك ده بتبقى directed to the center طيب وظيفة ايه الكوليستيروم مولكيولز ووظيفة انه هو بيعمل stability للسيل ممبرين يعني بيحافظ على استقرار الخلية بيخلي الخلية او سطح الخلية ما يبقاش ناشف قوي او الغشاء بتاع الخلية ما يبقاش ناشف قوي فبيسمح بدخول وخروج المواد بسهولة فهو بيعمل stability للسيل ممبرين طيب ده بالنسبة لأول مكون عندي وهو البروتين كومبوننت وده بيمثل حوالي 60% من الـ total membrane mass بيمثل حوالي 60% من السيل ممبرين بيبقى معظمه يعني عبارة عن بروتينز البروتينات عندي انواع عندي extrinsic او peripheral proteins و intrinsic او integral proteins extrinsic proteins يعني عبارة عن small molecules موجودة فوق على الاكسترا سيليلر او موجود على outer surface بتاع السيل ممبرين زي دي عبارة عن extrinsic molecules اما الـ intrinsic molecules بتبقى موجودة جوه السيل ممبرين وعندي في منها نوعين اما الاكسترا سيليلر او الـ peripheral في منها نوع واحد بس بيبقى عبارة عن small molecules المفروض ان هي بتبقى بنتوزعها على outer surface بتاع السيل ممبرين من برا فبيقولي ان هي بتعملي non continuous layer يعني بتعملي طبقة غير متصلة يعني انا بلاقي في حتة في بروتين مولكيول امشي حتة ملاقيش امشي حتة بعدين الاقي واحد بعدين مفيش بعدين في واحد فهي عاملالي طبقة غير متصلة من البروتينز على سطح الخلايا من برا ودايما بتبقى small molecules يعني دايما بيبقى حجمها صغير اما الـ intrinsic لا ممكن يبقى عندي small molecules ودي بتاخد جزء صغير من السيكنس يعني ممكن تبقى واغضة لحد التيل بس ده مثلا او واغضة النص السيل ممبرين يعني مش مكملة كل الفول سيكنس بتاع السيل ممبرين على عكس حاجة large molecules بتاعتي اللي هي بتبقى واغض السيل ممبرين من اوله الاخره تمام فدي بتشتغل عندي كتشانلز او كقنوات يبقى بكل بساطة البروتينات بتمثل 60% من المكونات بتاعت السيل ممبرين بتتكون من extrinsic extrinsic يعني خارجية بروتينات موجودة في الخارج او preferal موجودة في الاطراف ودي بتبقى عبارة عن small molecules molecules او جزيئات صغيرة بتكون لي non continuous layer بتعملي non continuous layer اما الـ intrinsic ممكن تبقى small molecules وممكن تبقى large molecules large molecules ازا اللي موجودة عندي في الصورة دي دي بتاخد الفول sickness بتاع السيل ممبرين يعني واغضة السيكنس او واغضة الصمك السيل ممبرين كله بتشتغل كتشانلز فبيقول ان دي protein channels تمام يبقى احنا كده تكلمنا عن البروتينات وقلنا ان هي حوالي 60% قلنا عندي اكسترانسيك وانترانسيك بروتينات وعرف الاسم التاني بتاع كل واحدة ان الاكسترانسيك لها اسمي تاني اسمه preferal proteins ودي بتبقى عبارة عن small molecules بس بتعملي non continuous layer او outside the lipid pi layer اما الانترانسيك او ديها اسمي تاني اسمه الانتجرال دي ممكن تبقى small molecules بتاخد جزء من السيكنس بس بتاع السيل ممبرين ممكن تبقى large molecules هتاخد لي كل الفول سيكنس بتاع السيل ممبرين عشان كده بسميها trans membrane proteins proteins وغدا الفول سيكنس بتاع السيل ممبرين فtrans membrane يعني هي large molecules بتاعة الانترانسيك او الانتجرال بروتين طيب وظيفتها ايه قلنا ان هي بتشتغل كتشانلز او باسوي يعني ممر للووتر سولوبل مولكيولز لاي مولكيول او اي جزيئات بتدف المية بتبدأ البروتينات دي تعديها من السيل ممبرين عشان تبدأ تدخل لجوة الخلية يبقى ده بالنسبة لتاني مكونة عندي تالت مكونة عندي وهو الكاربوهايدريت احنا انا بتتكون من لابتز بروتينز كاربوهايدريت الكاربوهايدريت بتمثل حوالي 10% وهي برضو بتبقى موجودة على الاكسترنال سورفس بتاع السيل ممبرين الكاربوهايدريت ممكن تبقى حاجة من اتنين ممكن تمسك معها بروتين فبسميها جلايكو بروتين ممكن تمسك معها لابتز فبسميها جلايكو لابتز فانا عندي دي اهي الكاربوهايدريت اللي لونها ازرع مسكة مع البروتين اللي لونه نبيتي فعشان كده سميته جلايكو بروتين يبقى الكاربوهايدريت لو مسك معه بروتين بسميها جلايكو بروتين اما الكربوهيدریت اللونها اخضر لما تمسك مع اللي هي الطبقة اللي لونها موف او بنفسيجي فاتح بسميها جلايكوليبد يبنى دي اول معلومة عن الكربوهيدريت انها موجودة على الاكساتورنال سورفس بتكون من حاجة اسمها وحاجة اسمها جلايكوليبد نسبة ان الكربوهيدريت تمسك في بروتين والجلايكوليبد نتيجة ان بتاعتي او اللي هي الكاربوهيدريتز مسكت في الفوسفوليبيد مولكيولز طيب عندي حاجة اسمها السيلكوت او وان دي عبارة عن مولكيولز من والجلايكو بروتينز والجلايكوليبيتز بتبقى موجودة على بتاع السيل ميمبري وظيفتها اين هي بيبقى فيها بيبقى فيها جزيئات خاصة زي او بسميها يعني مستقبلات الريسبتور ده وظيفته ايه انه هو بيتعرف على مواد معينة فبيسمح بدخولها للخلية بيبقى فيه ريسبتور للدراجز دوة معين عايز يدخل جوه الخلية فيبقى ليه مستقبل عشان يقدر يمسك فيه ويتعرف عليه فبيسمح بدخوله لو الدراجز ده ملوهش او الدوة ده ملوهش ريسبتور مش هيقدر يتعرف عليه فبالتالي مش هيسمح بدخوله جوه الخلية كمان بيبقى عندي ريسبتور للهرمونز الهرمونات للبكتيريا او الفيروس اللي هي الفيروسات يبقى ده وظيفة السلكوت انه هو بيبقى عنده special molecules او بقول عليها receptors او المستقبلات للdrugs للهرمون للبكتيريا و للفيروس ده كده بالنسبة للمكونات او اللي بيتكون منها السلمنبرين طيب نيجي للفانكشن بتاع السلمنبرين السلمنبرين احنا قلنا كل الخلايا بيحوطها سلمنبرين من بره طب ليه هيحوطها عشان يحميها ويحمي الحاجات اللي موجودة جوه الخلية فبالتالي اول وظيفة عندي انه هو بيقول لي include the cell maintain its shape يعني بيحافظ على شكلها بيحوط الخلية من بره وبالتالي هيحافظ على internal composition بتاعها هيحافظ على المكونات الداخلية بتاعة الخلية تاني حاجة control the transport of material between cell and surroundings بيحافظ على ان المواد الغذائية وغيرها تتنقل من الخلية او بين الخلايا وبعضها وهناخد انواع transport دلوقتي وهناخدهم بردو في الفيسيولوجي طيب عندي نوع اول نوع من انواع transport هو sample transport انا عندي او اربع انواع والنوع الاول في منه نوعين تمام يعني هتكلم النهاردة عن اربع انواع من transport عندي sample transport وده في منه passive diffusion ال passive diffusion ده بيتنقل فيها الجزيئات على حسب التركيز يعني بتتنقل من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل فبيقولي ال passive diffusion المولكيولز بتاعتي بتعدي according to concentration gradient وده بيحصل في حالات الووتر والاينز والجاسس الحاجات دي بتتنقل من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل يبقى اول نوع من انواع sample transport هو passive diffusion تاني نوع عندي هو facilitated diffusion ال facilitated diffusion برضو بيتنقل من التركيز الاعلى للتركيز الاقل بس المواد دي ما تقدرش تتنقل لوحدها لان هي بتبقى insulinable للفات يعني مش بتقدر تتوب للفات طب احنا عايزين نعديها ندخلها جوه الخلية هنعديها وندخلها جوه الخلية ازاي لازم carrier لازم حامل لازم حاجة تشيلها وتعديها زي ايه زي الجلوكوز وزي ال amino acids الجلوكوز ما يقدرش يدخل في الخلية لانه هو fat insulinable ما يقدرش يدخل في الفات فبالتالي ما يقدرش يدخل قوى الخلية فلازم اجيب له حامل او carrier اللي هو بيبقى السوديم السوديم بيشيله ويبدأ يدخله جوه الخلية الامثلة حفظ الامثلة مهم جدا 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 يبقى انا قلت sample transport ده اول نوع عندي passive diffusion ده زي الووتر والاين والجاسس وعندي facilitate diffusion زي الجلوكوز وزي ال amino acid وانا facilitate diffusion يعني هو بيحصل diffusion بس facilitate بيتم بيحصل له تسهيل بان هو بيجيله carrier او بيجيله حامل يشيله ويعديه ويدخله جوه الخلية يبقى ده اول نوع من انواع transport هو sample transport عندي active transport وده من اسمه active فانا بحتاج هنا ATP طيب ليه بحتاج هنا ATP لان المولكيولز بتاعتها تتنقل من التركيز الاقل الى التركيز الاعلى زي ايه زي حاجة اسمها sodium potassium pump ده انا عندي صوديم قليل برا الخلية عايز يدخل جوه الخلية فبما انه برا اقل من جوه فانا هستخدم الطاقة عشان ادخل الصوديم القليل ده برا الخلية ادخله جوه الخلية يبقى active transport هنا المولكيولز هتعدي agenist concentration gradient على عكس التركيز فبالتالي بحتاج الطاقة او بحتاج الATB زي ايه زي sodium potassium pump يبقى ده تاني نوع من انواع الترانسبورت تالت نوع من انواع الترانسبورت وهو والبالك ترانسبورت وده بالك يعني حاجة حجمها كبير فده بنقول به والبالك ترانسبورت بيتم بتلات طرق منهم طريقتين مهمين او اللي هو الاندوسايتوزيس والاكزوسايتوزيس اندوسايتوزيس يعني انا عندي حاجة حجمها كبير عايزة اندو تدخل جوه سايتوزيس سايتو يعني خلية عايزة دخلها جوه الخلية طيب انا عندي حاجة حجمها كبير او بالك ترانسبورت الحاجة الحجمها الكبير دي هدخلها جوه الخلية ازاي اول حاجة المالكيول هيبدأ يعمل انفاجينيشن للسيل ممبرين بتاعي يعني ايه يعني هيقرب من السيل ممبرين وهيبدأ ينغمس فيه زي ما انا شايفة في الصورة ويبدأ يتكون حواليها فيزيكل او فقاعة وبعدين تنفصل عن السيل ممبرين ويتيجي دخلها جوه يبقى الاندو سايتوزيس اول حاجة اللي بتحصل المالكيول بيحصل له انفاجينيشن او بورت او زي سيل ممبرين يبدأ ينغمس في جزء من السيل ممبرين which first surround the molecule and then separate يحوطها بتعملها جوه فيزيكل او جوه دايرة او كوه فقاعة وبعدين separate يعني بتنفصل عن السيل ممبرين ويجي دخل جوه في الفقاعة بتاعته اللي هي بسميها الاندو سايتوزيكل يبقى الاندو سايتوزيس انا عندي large molecule او large substance عايز ادخلها جوه الخلية يبدأ يحصل انفاجينيشن الاول بعدين يحصل لها separation وتتكون الاندو سايتوزيكل طيب انا عندي الاندو سايتوزيس ممكن نبقى حاجة اللي دخلها جوه الخلية دي حاجة من اتنينية اما حاجة صولد يعني حاجة صلبة او حاجة بتبقى فلويد حاجة سائلة لو هي حاجة صولد بقول عليها فاجو سايتوزيس يبقى النوع ده من الاندو سايتوزيس اسمه فاجو سايتوزيس لو انا بدخل كربوهايدريت بدخل بروتينز فده بسميه الفاجو سايتوزيس اما لو هي حاجة سائل فبسميها فيقول الفاجو سايتوزيس اما اما تانية حاجة عندي هي والاكس الاندو سايتوزيس كان عندي حاجة عايز دخلها من اما هي حاجة عايزها تسيب السل وتطلع بره خالص فنفس اللي بيحصل بالزبط بس الحاجة دي بتبقى طلعة من جوة الخلية وعايز تطلع بره بنفس الطريقة اللي حصل بها الاندو سايتوزيس بس الاندو سايتوزيس قلنا الحاجة دي كانت بره عايزها تدخل جوة الاندو سايتوزيس حاجة دي بره عايزها تطلع بره تالت نوع عندي وهو الترانس سايتوزيس والترانس سايتوزيس ده ترانس يعني بياخد الغشاء بتاع الخلية احنا قلنا انه عبارة عن طبقتين بيعدي من الطبقة الاولى ويمشي جوة 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 ويعدي برضو من الطبقة التانية عشان يدخل جوة الخلية بيقول لي it refers to process دي عملية where material is transferred through the sickness of a cell بتعدي في كل بتاع الخلية بتاعتي رابع نوع واخر نوع عندي من الترانسبورت وهو من اسمها جاي من ان هو بيختار يعني بيختار ايه الحاجات اللي يدخلها وايه الحاجات اللي ما يدخلها يجيلوا الماتيريالز برا كده وقولها اه انت تدخلي وانت لأ وده بسبب وجود الريسابتورز على سطح الخلية او اللي موجودة في السيل كوت او الجلايكو كالكس زي ما قلنا في اول المحاضرة تمام فالسليكتف ترانسبورت عن طريق وجود الريسابتورز في السيل كوت ده بيخلي certain substances only to enter the cell عشان كده بسميه ريسابتور ميديتد اندوسايتوزيز يعني حاجة بتطرق جوه الخلية اه بواسطة الريسابتورز او المستقبلات يعني الريسابتورز او المستقبلات هي اللي بتتحكم في دخولها طيب نيجي بقى نتكلم عن بتاع السيل كوت هي لها كزا وظيفة اول حاجة السيل ريكو جنيشن او السيل ايدنتيتي السيل ريكو جنيشن او السيل ايدنتيتي معناها ان هو بيتعرف على الخلية عن طريق انتجينز بتبقى موجودة في الطبقة دي زي ايه زي حاجة اسمها الميجور هستو كومبتابلتي انتجين او الام اتش سي وده هنعرفه اكتر في موديول الهيماتو بايوتك اللي هو الرابع موديول واخر موديول عندنا في السنة فمنشغلش باننا بمعلومات عنه كتير او هيجي في وقت وهيتاخد بالتفصيل الممل فاعرف ان اول وظيفة عندي السيل ريكو جنيشن او السيل ايدنتي ان هي بيبقى فيها انتجين زي الام اتش سي السيل ادهيجن ان الخلية يبقى فيها سبيشال ادهيجن مولكيولز مولكيولز تخليها تمسك في بعضها بتخلي الخلية تمسك فيه انواع معينة من الماتيريالز او تمسك فيه خلايا معينة يبقى اول وظيفة السيل ريكو جنيشن سيل ادهيجن تالي حاجة السيل اميونيتي بتدي للمناعة بتدي للخلية المناعة بتاعتها يبقى ده جزء المحاضرة اهم حاجة فيه بالنسبة لاجزاء ريتن او الاجزاء المقالية اللي تجيب للامتحان معظمها فانكشنز مهمة قوي اعرف تركيب السيل ممبرين الفوسفوليبز عبارة عن ايه من هايدروفابيك ومن هايدروفاليك من كاريت شورجس ومن دونت كاريت شورجس من بولر من من نان بولر من هايدروفاليك من هايدروفابيك شكله تحت ميكروسكوب هل بقدر اشوفه ولا لأ طب انا ما بشوفهش طب لو عايز اشوفه ابدأ استخدم سبغات زي ايه فكل الحاجة اللي عليها هايلايت غالبا انا حطى هايلايت على كل المعلومات المهمة فاي حاجة عليها هايلايت او اي حاجة لها لون فهي مهمة جدا 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 وعشان تعرفوا انتو ذكرتوا المحاضرة كويس ولا لأ او استوعدتوها كويس ولا لأ اما حاجة تحلوا على اسئلة على المحاضرة هنزلها لكم ان شاء الله على القناة